موسيقى نشط الأخبار عبر شاشة ليبيا لكل الأحرار والبداية بالعنوين موسيقى قتل وجرح جراء عملية إطلاق النار بمدينة سبها وتواصل مساعد تهدئة بين مختلف الأطراف موسيقى يومان راتسويتش تدعي إلى تقديم المساعدة لأكثر من 120 امرأة وطفلا فروا من الحرب في سر وعملية البنيان المصطوصة تقول أن الأطفال الذين تم إنقاذهم موجودون في مستشفى مصاطة لتلقي العلاج موسيقى السراج يبحث في الجزائر الجهود المبذولة لتسوية الأزمة السياسية التي تعيشها ليبيا والأعمامر يدعو إلى ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية وبناء مؤسسات جديدة تجمع كافة الليبيين موسيقى وعشت جرح جراء عملية إطلاق النار التي شهدتها المدينة يوم أمس من جهة أخرى شار الوافي لقناة ليبيا لكل الأحرار إلى أن مركز سبا الطب يعاني نقصا حادا في الأطقم الطبية والطبية المساعدة كما يفتقر لأبسط المعدات والأدوية حسب قوله من جهة أكد عميد بلدية سبا حامد الخيال أن عددا من مدارس المدينة والمحلات بشرع جمال عبد النصر وشرع الوسع أقفلت أبوابها بسبب الأحداث التي شهدتها المدينة يوم أمس وأضاف الخيال لقناة ليبيا لكل الأحرار أن تحقيقات ما زالت جارية لاكتشاف هوية الطرف الذي أطلق النار يوم أمس مشيرا إلى تواصل مساعي التهدئة بين مختلف الأطراف في المدينة وأوضح المتحدث باسم مجلس حكما سبا حسن الرقيق في نشرة سابقة أن مساعي التهدئة ما زالت متواصلة أمس تحركت اللجنة التي هي مشكلة من سبها طبعا لجنة المنطقة الشرقية كانت موجودة غادرت اللجنة المنطقة الغربية كانت موجودة غادرت بعد أن استبعدت لجنة مسراتة وزيتم تم استبعادهم من قبل لجنة سبها من البداية لا ندري لتسبب طبعا أمس تواصلت اللجنة المكونة من تبه لجنة أعيان سبها تواصلت بين قبيلتين وطلبت منهم تسليم الجنات من الطرفين طلبت لجنة نازحي أباري بتعويض النازحين الذين تعرضت منازلهم للحرق جراء الأحداث التي شهدتها المدينة العام الماضي وتقديم الدعم لهم وناشدت لجنة نازحي أباري في بيان لها حكومة الوفاق الوطني ووزارة الشؤون الاجتماعية تقديم تعويضات ومساعدات مادية ومعنوية للنازحين من المدينة لرفع المعاناة التي يمرون بها بحسب البيان يتلقوا أي جهة من الدعم المادي والمعنوي إلا من وزارة الشؤون الاجتماعية ونشكرها على ما قدمتهم من الإعانات المادية والمعنوية ونشهدها في المزيد من التقدم للجهات الرسمية مطالب نازحين وفاري بالتعويض بمنازلهم التي تم اتلافها في الحرب وتعويضهم في فتح النزوح وتقديم لهم مساعدات مادية ومعنوية قالت قوات البنيان المرصوص شهيدا وجريحا سقطا خلال تعاملهما مع مجموعة من عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة وأوضح المركز الإعلامي لقوات البنيان المرصوص على صفحة رسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن أفرد ما يعرف بتنظيم الدولة حاول التسلل واختراق سرايا تابعة لعملية البنيان المرصوص خلال قيامها بعملية تمشيط واسعة لتأمين سيرتا دعت منظمة يومان راتسووتش سلطة الليبية إلى تقديم المساعدة الضرورية لأكثر من 120 امرأة وطفلا قالت إنهم معتقلون بسجن الجوية بمصراتا بعد فرارهم من سيرتا بسبب الحرب على ما يعرف بتنظيم الدولة واعتبرت المنظمة أنه من واجب السلطات ضمان الرفاه والأمن للنساء والأطفال الذين كانوا في سيرت مشيرة إلى أنه لا يجب اعتقالهم على أساس الارتياب بوجود صلة مع التنظيم بحسب المنظمة وقالت راتسووتش أنه بإمكان الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية مساعدة السلطات الليبية على إيجاد أماكن آمنة لهؤلاء الأشخاص ليتمكنوا من طلق العلاج بعد إصابتهم بجروح أثناء المعارك ومعاناتهم من سوء التغذية من جانبه قال رئيس المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص أحمد هدية أن الأطفال الذين تم إنقاذهم أثناء الحرب ضد ما يعرف بتنظيم الدولة في سيرت موجودون في مستشفى مصرات المركزي وأضف هدية لقناة ليبيا لكل الأحرار أن هؤلاء الأطفال يعانون من سوء التغذية وهما يتطلب بقاءهم في المستشفى لطلق العلاج مشيرا إلى أن جهاز الاستخبارات العسكرية مصراتة يتحفظ على النساء اللواتي تم إخراجهن من منطقة الجيزة البحرية في سياق متصل أكد رئيس لجنة متابعة السجون بمصراتة محمد عيسى أن النساء والأطفال الذين تم إنقاذهم مؤخرا في سيرت موجودون في سجن الجوية بمصراتة وأضف عيسى لقناة ليبيا لكل الأحرار أن هناك لجنة مكلفة من قبل النائب العام تحقق مع النساء وفي موضوع آخر قال رئيس لجنة متابعة السجون بمصراتة أن النيابة العسكرية ستفرج عن 61 عسكرية من 24 مدينة في إطار اتفاقيات المصالحة مشيرا إلى أن هؤلاء المساجين قضوا ثلاثة أرباع محكمياتهم وسيتم إطلاق صراحهم لحسن سيرتهم وسلوكهم بحسب قوله قال رئيس مؤسسة الهضبة للإصلاح والتأهيل خالد شريف خلال احتفالية مقيمت بالعاصمة طرابولس يوم أمس وخصصت لتكريم أسر شهداء البنيان المرصوص إن أبناء السابع عشر من فبراير مازالوا يقدمون التضحيات تمت هذا الانتصال بفضل الله عز وجل ثم بفضل التضحيات الكاملية التي قدمت أبناء تول 17 فبراير والذين مازالوا على العهد من الله تعالى كما عيدناهم مجيات عبر آمير كتيبة الإحسان طارق درمان عن شكره لقوات البنيان المرصوص والثوار لحسمهم المعركة ضد عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة في زمن وصفه بالقياسي مقارنة بالدول الأخرى التي يتمركز فيها التنظيم لو نظرنا في ليبيا لو وجدنا أن بفضل الله عز وجل بفضل جهد التوار استطاعوا أن يقضوا على هذا التنظيم في وقت قياسي في سرط تقريباً 8 تشهر وفي درنا تقريباً حتى هي 8 تشهر وفي صبرات تقريباً ما أخداش منهم كثير وقت ممكن في شهر تقريباً في شهر أو شهرين فيما وجه نائب رئيس مجلس عيان وحكمات رابلس الكبرى أحمد أبو مسعد شكره لكل من ساهم في المعارك ضد ما يعرف بتنظيم الدولة في مدينة سرط نشكر كل من ساهم في هذه المعارك الشريفة ضد الغلاة البغاة وضد كل الطغاة الذين كانوا يريدون أن ينالون من هذا الوصف ومن تورته المجيدة قال مركز السرايا للإعلام إن عملية الكرامة شنت أكثر من 130 غارة جوية على منطقة جنفودا السكنية خلال الفترة من 14 من شهر نوفمبر الماضي حتى الثالث والعشرين من ديسمبر الجاري وأضافت النافذة الإعلامية لمجلس شورى ثوار بنغازي أن العائلات في جنفودا تعيش حالة من الخوف والهلع مع كثافة القصف العشوائي موضحة أنها تعاني من نقص في الأدوية والمواد الغفائية ومياه الشرب كما أعلن مركز السرايا وجود مبادرة لإخراج العائلات من منطقة جنفودا إلى المكان الذي يقررونه بأنفسهم حسب قوله دون تقديم مزيد من التفاصيل وكان المركز الإعلامي لقوات الصائقة الموالية لعمرية الكرامة قد أكد مقتل عنصرين من منتسبها وإصابة اثنين آخرين في اشتباكات بمنطقة بوصنيب غربية بنغازي وأضح المركز الإعلامي لقوات الصائقة أن شخصا تابع للكتيبة 36 صائقة قضى يوم الجمعة في بوصنيب نتيجة اشتباكات مع مجلس شورى ثوار بنغازي بينما قتل الثاني في انفجار لغم أرضي مشيرا إلى أن الجرحين حالتهما مستقرة الجدير بالذكر أن محاور غربي بنغازي تشهد اشتباكات عنيفة منذ مدة عقب إطلاق قوات الكرامة لعمرية عسكرية تهدف إلى السيطرة على منطقة جنفودا أكد رئيس المجلس الرياسي لحكومة الوفاق الوطني فيز السراج أن زيارته للجزائر تندرج في إطار التشاور المستمر بين البلدين لإنجاد حل إيجابي للأزمة التي تعيشها ليبيا حاليا وأوضح السراج في تصريح له عقب وصوله إلى مطار هوار بوميديان الدولي أنه سيتطرق إلى عدة ملفات مع المسؤولين الجزائريين تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين ودعمه في مختلف المجالات حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية وأشهد رئيس المجلس الرياسي بدعم الجزائر لحكومة الوفاق الوطني وجهودها من أجل حل المشاكل التي تمر بها ليبيا من جهة أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجزائري رمضان عمامر ضرورة تقوية الدولة الليبية لتصبح فاعلا حقيقيا في مجالي التعاون الدولي ومكافحة الإرهاب حسب تعبيره ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية على عمامر قوله إن المجتمع الدولي لم يقف لجانب السلطات الليبية الجديدة في مجالات عادة بناء الدولة وبناء مؤسسات قوية وقال الوزير الجزائري إنه كان على الليبيين أن يعملوا خلال هذه الفترة على تحقيق المصالحة الوطنية وانتشال مؤسسات وإنشاء مؤسسات جديدة تجمع كافة الليبيين موضحا أن هذا الأمر لم يتحقق بسبب تدخل بعض الدول التي كانت لديها أجندات مختلفة عن هذا المسار وفق قوله ووصف الناشط السياسي محمد فؤاد في نشرة سابقة دور الجزائر بالنشط في مساعي حل الأزمة الليبية الآن تحاول الجزائر إخناع السيد السراج باتخاب مواقف أقوى وأشد خصوصا من ناحية الأمنية والمحافظة أكثر على العاصمة وتحاول أن تلعب دور مضاد الدور المصري تصريحات المسؤولين الجزائريين واضحة حول أن هناك دول لا تريد الاستقرار في ليبيا هم يقصدون مصر وبعض الدول الأخرى الكل يعلم أن الدور الجزائري يواجه الدور المصري في ليبيا للأسف الشديد نقل التلفزيون الملطي على جهاز الشرطة قولا أن الليبيين الذين اختطفا طائرة الخطوط الإفريقية يوم الجمعة وحولا مسارها إلى فاليتا يمث يمثلان اليوم أمام محكمة ملطية وقال التلفزيون الملطي أنه إذا ثبت لدى المحكمة أن الليبيين مذنبين فيما يتعلق بعملية الخطف والذي يعتبر وفقا لقانون العقوبات عمل إرهابيا سيواجهان عقوبة بالسجن تتراوح بين سبع سنوات والمؤبد وكان التلفزيون الملطي قد أكد أنه سيتم عرض الليبيين على المحكمة مشيرا إلى أن الأسلحة التي كانت بحوزتهما أسلحة مزيفة وأوضح مدير السلامة بشركة الخطوط الإفريقية مختار المحمود في نشرة سابقة أن الطائرة التابعة لشركة ما زالت خاضعة للإجراءات الأمنية في ملطة مشيرا إلى أن العمل جار من أجل إعادتها إلى ليبيا نشتنا متواصلة وفيها مشاركون يتفننون في عرض ما تجود به أشجار النخيل في النسخة الرابعة للتمور والصناعات المصاحبة قتلى وجرح جراء عملية إطلاق النار بمدينة سرهاوة وتواصل مساعد تهدئة بين مختلف الأطراف يمن الرات سويتش تدعو إلى تقديم المساعدة لأكثر من 120 امرأة وطفلا صروا من الحرب في سرط وعملية البنيان المصوصة تقول الأطفال الذين تم إنقاذهم موجودون في مستشفى مصاطة لتلقي العلاج السراجة يبحث في الجزائر الجهود المبذولة لتسوية الأزمة السياسية التي تعيشها ليبيا ولعمامر يدعو إلى ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية وبناء مؤسسات جديدة تجمع كافة الليبيين قال عميد بلدية جاد سعيد البدراني 47 بلدية وقعت على وثيقة تأسيس اتحاد بلدية ليبيا خلال الاجتماع الذي عقد في المدينة تحت شعار مع النبنيها وأضح البدراني لقناة ليبيا لكل الأحرار أن تأسيس الاتحاد لا يتعارض مع الرابطة الوطنية للمجالس البلدية التي تأسست في نوفمبر الماضي مضيفا أن هناك اجتماعا سيعقد خلال اليومين القادمين للنظر في إمكانية توحيد الجسمين تحت مسمى واحد وأشر عميد بلدية جاد إلى أن البلديات طالبت بتفعيل القانون 59 المتعلقة بالحكم المحلي ونقل الاختصاصات الأصلية لعمل البلديات والمتعلقة بقطاع المياه والصرف الصحي وخدمات النظافة والأملاك العامة والحرس البلدي قال رئيس المكتب الإعلامي لشركة البريغا للتسويق بالمناطق الوسطى والشرقية عادل بن دردف أن الشركة وزعت أكثر من 320 ألف استوارة غاز على المنطقة الشرقية بين يوم أمس واليوم وأضاف دردف لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الشركة لا تواجه أي مشاكل في توزيع استوارات الغاز على المناطق الوسطى والشرقية وأنها تقوم بعملها دون صعوبات تذكر حسب تعبيره أكد مدير مكتب الإعلام بمصلحة الأحوال المدنية يوسف غرغوم أن المصلحة وفرت على الدولة قرابة 6 مليارات دينار بعد تفعيل الرقم الوطني ومعالجة ازدواجية المرتبات وأضف غرغوم لقناة ليبيا لكل الأحرار أن المصلحة أحالت عدة قضايا تتعلق بتزوير وثائق مدنية قبل ثورة السابع عشر من فبراير وبعدها إلى النيابة للنظر فيها موضحانا أن المصلحة أوقفت منح الجنسية وبطاقات العودة بالتنصيق مع إدارات الجوازات والجنسية منذ بداية الثورة وشار مدير مكتب الإعلام بمصلحة الأحوال المدنية لأنهم شكلوا لجان تفتيش مهمتها مراجعة كافة سجلات العائدين والأجانب على مستوى الدولة وتبويبها وفقا لللوائح الإدارية وزعت جمعية اليسر الأعمال الخيرية بطرهونة 300 سلة غذائية على الأسر النازحة من مدينة سرطلة ترهونة والمسجلة في المنظومة الرسمية للجمعية وأضح رئيس الجمعية حاتم ساسي أن هذه المساعدات كانت بدعم من برنامج الأغذية العالمي وبالتعاون مع جمعية أياد الخير بطرابولوس وقد شملت مواد غذائية كالدقيق والأرز والزيت وغيرها وأشار ساسي لأن السلات الغذائية الموزعة لا تتناسب مع العدد الكبير للنازحين في ترهونة مناشدا حكومة الوفاق الوطني والجهات الدولية النظرة بعين الاعتبار لهؤلاء النازحين خاصة مع دخول فصل الشتاء الحصة الغذائية هذه بدعم من برنامج الغذائي العالمي وبالشراكة مع جميلة أيدي الخير فالحصة لا تتناسب مع إجمالي عدد النازحين في المنطقة فناشد الحكومة والجهات الدولية الداعمة للبرامج هذه أن تنظر بعين الاعتبار للنازحين وضاحة مخاصة في دخول فصل الشتاء بحثت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني اليوم بطرابولوس تهم احتياجات قطاع الصحة وأزمة توفير الأدوية للأمراض المزمنة وقال وزير الصحة المفاوض بحكومة الوفاق الوطني عمر بشير في تصيح للمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء أن الاجتماع ناقش آلية تلبية احتياجات المستشفيات في ليبيا بالتنصيق مع جهاز الإمداد الطبي مؤكدا أنه تم تدوين كل الاحتياجات الطبية المطلوبة من دور الرعاية الصحية بالقطاع وتحويلها إلى الجهات الخاصة بالمالية وإلى أوامر شراء للشركات الموردة ومخاطبة ديوان المحاسبة ووزارة المالية ومصف ليبيا المركزي لتسهيل الإجراءات الخاصة بهذا الشأن نفت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوفاق الوطني ما تم تداوله عبر عدد من صفحات التواصل الاجتماعي حول تعطل الدراسة اليوم وأكد المكتب الإعلامي لوزارة التربية والتعليم عبر صفحة على فيسبوك استمرار الدراسة بكافة المؤسسات التعليمية داعيا المعلمين والتلاميذ بمختلف المراحل التعديسية إلى الالتحاق بمدارسهم وعدم الالتفات لما وصفه بالشائعات وأشار مدير مكتب الإعلامي وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني رمضان الغضو في نشرة سابقة إلى المناطق التي شملها قرار الدور الاستثنائي للامتحانات لم يتم شمل كل المناطق تم تحديد المناطق التي شاهدت طبعا اشتباكات عسكرية ضد الغرهاب وطبعا ويعجل في المناطق الأخرى حتى يتم عرض الموضوع من جديد على النجل الرئاسي بحكومة الوفاق للبك فيه من جديد انطلق صباح الأحد في معرض طرابلس الدولي معرض التمور وصناعات المصاحبة في نسخته الرابعة والمعرض الثاني لثمار وزيت الزيتون وشارك فيهما ما يزيد عن 40 جناحا كاميرا ليبيا لكل الأحرار تجولت في المعرضين وعدت التقيق التالي هنا بمعرض طرابلس الدولي نظم مركز تنمية الصادرات المعرض الرابعة للتمور والصناعات المصاحبة والمعرض الثاني لثمار وزيت الزيتون للتعريف بالمنتجات الليبية مناسبة دعم خلالها القائمون على المعرض للاهتمام بالمشاريع الصغرى والمتوسطة التي تساهم بشكل كبير في الدخل القومي الإجمالي اقترحنا كعضاء لجنب أن يكون هذا المعرض معرض مشترك ما بين المنتجين اللي هو منتج التمور ومنتج زيت الزيتون حتى نحاول بأننا نوصلوا رسالة للرئاس الوزراء والحكومة والدولة بأن هناك فيه منتوج ضروري الاهتمام به في ظل الظروف الحالية في ظل الأزمات الاقتصادية لأن الدول ما لا تقام إلا عن طريق المشروعات الصغرى المتوسطة هنا داخل هذه الأجنحات فلن المشاركون في عرض منتجاتهم أكثر من 40 سنفا من التمور جادت بهواحات الجنوب الدقلا والخضرايا والشعيدي وتندوق والحرى وتمجهرت والسطر وغيرها شجرة النخيل ليست تمرا فقط كل شيء في الشجرة قد يصلح لصناعة شيء ما وكل المعروضات هنا من الأطباق والقفاف وغيرها مصنوعة من السعف وتعد جزءا من التراث الليبي الذي تتوارثه الأجيال وتعمل على تطويره مشاركين نحن في مقتنيات الشعبية التي هي من صناعة النخيل طبعا هذا جزء من التراث الموروط الأصيل في منطقة مرزك ولحد الآن الحمد لله في ناس قاعدة داول في هذه المقتنيات وفي صناعة تقليدية المعرض الرابع للتمور والصناعات التقليدية والمعرض الثاني لثمار وزيت الزيتون يستمران إلى غاية السابع والعشرين من ديسمبر الجاري ولا إن شاهدها قبالا من المواطنين إلا أن هذه الصناعات تحتاج لمزيد من الاهتمام لتطويرها والمحافظة عليها وتسويقها خارج ليبيا إلى عنوين النشرة قتلى واجهها جرى عملية إطلاق النار بمدينة سبهة وتواصل مساعد تهدئة بين مختلف الأطراف يوم أن راتسوشة تدعو إلى تقديم المساعدة لأكثر من مائة وعشرين امرأة وطفلا فروا من الحرب في سرط وعملية البنيان المرصوصة تقول إن الأطفال الذين تم إنقاذهم موجودون في مستشفى مصراطة لتلقي العلاج أصراج يبحث في الجزائر الجهود المبذولة لتسوية الأزمة السياسية التي تعيشها ليبيا والأعمامر يدعو إلى ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية وبناء مؤسسات جديدة تجمع كافة الليبيين ختم النشرة وللمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا عبر ليبيا الأحرار تيفي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر ويوتيوب إلى اللقاء اشتركوا في القناة